زيكم يا فنانين يارب تكونوا بخيات دايما موسوطين نهاردة تكملها لسلسلة تعليم أساسيات الرسمة بالرصاص أنا ملاحظة أنتوا الفيديوهات دي الناس بتحبها أكتر فاعرفوني فعلا أنا ماشية في الاتجاه الصح ودي فعلا الفيديوهات أنتوا حابين أزود أكتر منها وأكمل في سلسلة ولا لأ وإلا معندكم أي اقتراحات لسلسلة تانية كتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله نعملها نهاردة إحنا هنتعلم نرسم الرسمة دي المخدة دي شبه برضو منمس القماش بس مركزين أكتر على تكسيم وتنيات القماش في نفس الوقت فيلا بينا نبدأ أول حاجة كالعادة بنبدأ بالأوتلاين بحاول أبسط شكل المخدة ده لشكل هندسي هو شبه مثلا المستطيل بس ليه مثلا أجزاء كده شبه مسلسات فبعيني كده بحاول أرسم الأشكال دي ببسطها بالطريقة دي وأشوف مثلا هي الرفيعة مثلا من النص بس الفوق شوية وأدخل مثلا من تحت من فوق شبه مثلا وده نلقطة يعني فاهمين ببسط الدنيا الأول بنرسم شكل مبدئي بعدين ببدأ أضيف التفاصيل بقى أن أنا أبدأ أقول الخط ده ممكن نزود له كسرة هنا ممكن يبقى بكر في أكتر هنا دايما دايما نرسم أوتلاين حاول نعمل بالطريقة دي نبسط الدنيا واحدة واحدة ندخل في التفاصيل لو دخلنا في التفاصيل على طول هنلاقي إن إحنا ممكن اهتمينا ببعض التفاصيل شكلها صح ولكن التكوين الكامل غلط فبنتطر إن إحنا نهد كل العملنا ده عارفين مثلا زي اللي يجي ينفع اللي يبني عمارة يبدأ يحط شبابيك وهو أصلا مش عامل أساس العمارة ولا بني العمارة فمين قصدي يعني لازم الأول نحط الأساس صح وواحدة واحدة نكمل علي فمعنش علاج كتير ده بس حبيت أوضح الفكرة بنفس الألم الفاتح اللي عملنا بالأوتلاين بدأت إن أنا عمل تقسيمة التفاصيل كمان يعني فين الأماكن اللي هتكون غمقة شوية وعملت الحطوط بتاع التنايات القماش اللي في المخدة كإني بأوتلاين التفاصيل كمان يعني فميني بدل ما تحول بالتفاصيل الغامق على طول لا بحدد أنا ناوية غمقة فيه وبدأت إن أنا عايزة أقدي كده خفيفة حوالين المحدة علشان آآ عايزة الإضاءة اللي في المخدة تبين عنها يكون فيها جزء آآ اللي جاي من الشمال ده هيكون إضاءته قوية فلازم يكون فيه شوية تزليل حواليها كده عشان تبين واقعيتها أكتر أو تبين الإضاءة أحلى بمنديل كده وفي حركات دائرية صغيرة ببدأ إن أنا أسايح التزليل اللي أنا عملته ده بعدين بنفس الألم الفاتح هبدأ إن أنا أدفاين أكتر أماكن الغمقة وأعدل على أي خطوط مثلا مش مضبوطة دي بتبقى فرصتنا إنه التسليح بيخفف الخطوط فلو كان خط مش عاجبنا مش هضيفه تاني لو فيه خط أنا خلاص واسقة فيه إنه ده فعلا ما كانه صح ساعتها ده هزود عليه تاني ترجمة نانسي قنقر وهكذا برضو أنا مهتمة أن أنا دلوقتي بحدد الشكل الخريجي بتاع المخدة وفي نفس الوقت برمز الظل بتاع الخلفية بحاول أجيب بالألم ده آخره الألم ده بيدي تزليل نعم فبحاول بيقى غم على قد ما أقدر وبعدين نبقى نروح للأغمى بسيح برضو الحطوط دي بسيط كده مع إن هي نعمة كده كده بس برضو عشان أدي عايزات دي من ناس نعم أكتر ودلوقتي بدأت بقى ألم تقيل شوية اللي هو بيكون سيبن بي أو حتى ايد بي هحط فيها الأماكن الغمقى جدا أنا بقى لي حابة بحب أعمل حركة دي إن هحط الأماكن الغمقى قوي بدري علشان خطر أبقى قادرة أشوف الفواتح كويس لأنه ممكن الفواتح آآ يعني تخطعنا ونحسها إن هي غمقى وعلى فكرة دي غلطت معظم المبتدئين يعني كنت دايما في الكورسات أكتر حاجة بتبقى نقصة معظم الناس إن هم يغمقوا بيبقوا فاكرين إن هم الرسمة غمقى بسبب إنه محطوش اللون اللي هو البلاك قوي ده اللي هو أغمى أدرجة الأغمى أدرجة دي مجرد ما تتحط يتخلي الرسمة كلها بها تانا وأظن واضح يعني دلوقتي زي ما حصل معنا قبل ما نحط اللون الغمق قوي ده كنت تحسوا المخدة بدأت تبين صح وممكن حد يتهيق لون كده خلاص يعني أو يعني فضل لها تطشاط بسيطة بس أول ما حطينا الأسود قوي ده تحسوا أصلا كل اللي إحنا عملناه كأنه أوتلاين بس يعني خدت تظليل بسيط جدا من الآخر بيلينا إن فيه فرق درجات كبيرة قوي بين اللون الأسود واللون الفاتح فكل الدرجات دي طبعا لازم تكون موجودة ماينفعش أن تقل من فاتح الغمق فجأة فهمني عشان كده بحب أحط الغمق بدري دلوقتي عشان عينينا تبقى كده إيه إحنا عارفين إحنا لأ لسه كأن كأني وأنا ماشي في الطريق أنا شفت نهاية الطريق إيه فأنا عارفة هاوصل إزاي فمن قصدي دلوقتي الألم اللي بظلل بي ده فور بي آآ سوري ده اتش بي بس هو أتقل من الألم اللي بدأت بي في الأول فهبدأ أنقل واحدة واحدة كده آآ من الفاتح للغمق قبل احنا بنرسم كده عايزة رفت نظر كل حاجة بسيطة جدا آآ مش عارفة عادين بالك ولا لأ أول مرة تشوفوا لي فيديو ولا هشوفتني أكتر من مرة آآ آآ بس أنا بقالي تقريبا حوالي سنة آآ بننزل فيديوهات آآ بصفة مستمرة ولكن للأسف الدعم وحش جدا واليوتيوب مش بيرشح آآ فيديوهاتي زي زمان مش عارفة إيه السبب آآ كمان اليوتيوب وقفل الربح ولازم أحقق أربعة تلاف ساعة مشاهدة فظلي منهم متين ساعة ومش أدرى أحققهم بسبب أنه مش بيقترح فيديوهاتي آآ والموضوع ده محبتني شوية فهتكون مساعدة بجد وتشجيع جدا حلو منكم لو قدرتوا أن أنتوا تنشروا فيديوهاتي أكتر أو تدوسوا لايك وتحطوا كومنت عشان اليوتيوب بيفهم من اللايك والكومنت والتفاعل مع الفيديو إن ده فيديو حلو ويقترح الناس أكتر طبعا ده لو أنتوا شايفين فيديوهاتي فعلا مفيدة وشايفين إنه هيكون حلو لو غيركم تانيين شافوه فبليز ساعدوني إن إحنا نساعد اليوتيوب إنه هو يرشح فيديوهاتي أكتر عشان أقدر إن أنا أستمر وأنادر فيديوهات أكتر لو أنتوا حبين أوكي نرجع نكمل رسمتنا لو ملاحظين أنا ببدأ أضيف الظل أكتر في الناحية اليمين يعني أنا خلاص كده الإضاءة جايلنا من الشمال ومعظم الغامق هيكون جاية من ناحية اليمين فأنا بركز عليه أكتر في الغامق ويبسيب الشمال زي ما هو وطبعا هتلاحظوا إن مجرد ما غمقنا العليمين الأبيض على الشمال بدأ يبينه طبعا لما بنسيح أبطلكم برضو أكتر من مرة التسيح بيعمل إيه بياخد من الغامق اللون ويحطه في الفاتح تمام؟ فده طبيعي بعد ما بسيح برجع تاني أمسح بالأستيكة الإضاءات وأضيف بالتظليل تاني الأماكن الغامق طب إحنا ليه بنعمل كده وكل شويا نسيح ونعيد ونزيد؟ ده بيخلي التظليل يطلع نعم أكتر وواقعي أكتر وكل على فكرة ما زودنا من طبقات يعني إحنا نسيح ونعدل تاني ونسيح ونعدل تاني بيخلي الرسمة في الآخر تبقى ومقاعية كده ومباينة أن هي غنية كده بالطبقات والتفاصيل ومتبني أن هي اللي يبص لها ما يبقاش شايف خطوط التظليل فين تبقى فعلا في الآخر شكلها أحلى ولكن طبعا آآ ممكن جد أن تمشوا معي نفس الخطوات من غير تسيح لو حد مش بيحب التسيح دلوقتي كده آآ بدأت ده ألم سبن بي بضيف بيه الغوامع بقى أكتر ودلوقتي بألم سنون علشان السنون بس بتدخل في الفراغات البيضة اللي بتتسمن القلم آآ حسيت القلم سيف فراغات كتيرة بيضة كده فقررت ان انا نعمل بالسنون الاول والسنين دي جواها توبي وهي مقاسها أو 0.5 مقاسها مقاسها لمشاتها لمشاتها مقاسها لا المغارة مقاسها المغارة المغارة موسيقى موسيقى دلوقتي بقى بقلم التسيح بدأت قدمج به الغوامق الاول عشان بيسبت كده وبيضغط اللصاص في الورقة وبعدين بالمنديل حرقة دي بتخلي الغوامق يعني ما يسحش قوي بالمنديل زي ما المنديل بيعمل فاهمني طبعا لحظت الفرق بين الجزء اللي احنا عملنا فيه بقلم التسيح والجزء اللي عملنا فيه منديل بس موسيقى 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 اللي هو عايزه ولا لأ يعني فاللي عايزه واقعية اكتر ممكن طبعا الرسمة دي ما ياخدش فيها زي كده اتناشر دقيقة ولا اربعتاشر دقيقة لا ياخد فيها ساعة وساعتين وتلاتة عادي جدا واللي بيعملها مجرد سكتش سريع وتمرينات كده لسه في البداية فهيحس ان هو ممكن يعود فيها نص ساعة عادي فاهمين قصدي دلوقتي اخر مورة خلاص بوضيف الغوامق با سبن بي او ايد بي او قلم خشب اسود لو مش معنا اي قلم وصاص البلاك بتاعه قوي كده بحط الزل بقى القوي قوي وبحاول برضو انه اكون مدرجة للدرجة اللي بعدها على طول مو بس كده ده كان فيديو النهاردة يارب يكون بسيط وسهل عليكم احطولي قلبي في كومنتات وقولولي رأيكم. متنسوش تدوسوا على لايك وعالجرس عشان يصارلكوا كل فيديو جديد. شافكوا على خير في فيديوهات كتيرة جاية باي باي.